بص يا كابتن هنبتدي سخنين يعني سخنين؟ اه تمام موضوع فتوح حديث الساعة دلوقتي وحضرتك على مدار الأسبوع اللي فات تناولت الموضوع من كل الجوانب تمام؟ في جلسة مجلس زغار الزمالك يوم الاثنين الجاي المفهوض هيتم مناقشة نتيجة التحقيقات اللي حصلت مع الزناي وصبحي وفتوح في ناس فهم غلط ان يوم الاثنين هيتم إعلان المدير الفني لا هو جلسة يوم الاثنين الله عزيزي في ناس فهم أن يوم الاثنين ده مجلس زغار الزمالك معتمد جمال هو المدير الفني نادي الزمالك أو هو المدرب العام لنادي الزمالك ايه المشكلة؟ ايه المشكلة يعني؟ صح يبقى فيه وضوح ليه وللعيبة وللسياسة الفريق نادي الاتحاد جد أعمل جاء بقدر المساعد لحين هواحنا ليه معاومين الأمور بالنسبة لفتوحة كابتن في معلومة وصلت لمجلس زراعة نادي الزمالك من أحد المقربين من المجلس الأيام اللي فاتت تمام؟ معلومة بشأن إن أحمد فتوح بالتحديد المعلومة وصلت لهم كده فتوح من شهر ونص تمام؟ وقع للنادي الأهلي وقع لمدة أربع سنين وكان الجلسة كمان بحضور أحد نجوم النادي الأهلي اللي لهم علاقة بفتوح الزمالك الناس بتسأل الفترة اللي فاتت مسؤولين في نادي الزمالك أن تعاقبت فتوح بس في نفس الوقت باب التجديد لفتوح ما تقفلش الناس في إضافة نادي الزمالك متمسكة بالتجديد لفتوح عندهم موغب أنهم يجددوا الفتوح تاني يوم بعد ماتش زد كان في جلسة مع فتوح لحسم ملف التجديد يعني هو فتوح مضى للأهلي وقعد اتفق مع زد بص يا كابتن قعدة دي من شاه ونص فتوح اتفق مع الزد بس ما وقعش على حاجة ما حصلش توقيع لفتوح مع مسؤولين نادي الزمالك بس أنا بقول لحضرتك المعلومة اللي قصت للمعلومة نادي الزمالك ما خليهم لحد دلوقتي متمسكين للتجديد لفتوح ملف التجديد لفتوح ما تقفلش وما تقفضش لو حصل اتفاق في أي لحظة لفتوح مع مسؤولين نادي الزمالك هيتم التجديد طب الزمالك هل عنده النية أنه هو يتم استبعاد اللاعب وتجميده انت جمدته واستبعدته تمام؟ ما فيش مشكلة لكن على أرض الواقع حصل أي اتفاق مع فتوح اللعيب هيجدد مع نادي الزمالك لحد دلوقتي فتوح اتفق في مشكلة مع عدارة نادي الزمالك على التجديد وفي مشكلة على الأمور المالية ما بين الطرفين حصل تواصل مع كابتن حازم إمام كان عندهم رغبا أن فتوح يتم تجميده كابتن حازم قعد مع فتويا بلغوا وجهة نظر الاتحاد وجهة نظر نادي الزمالك يعني هيتم هيجدد ولا مش هيجدد لحد دلوقتي مفيش مفيش أنا بس المجلس ممكن يعمل حاجة بذكاء إنت عايز كم يقرب المسافة يقوله تعالى أمضي فطبعا هتلاقي فتوح لو ماضي هنا في حتة تانية مش هيمضي معاه يعني لو هو عنده النية والنادي ريحه تعلمت بالزرط يوم فطالما مضى الشيب هو ماضي خلاص مضى في مكان تاني بالنسبة كابتن هو الشل لا تصك في أي لاعب عن تجربة أنا اشتغل أنا أبراهيم في المجال ده والعشر خمساشر سنة في الأخر ما فيش العيب مضمون في مصر إلا من رحمة ربه يعني ممكن عبد الشافي اللي ممكن لها كلمته أحدا يعني فيه اللعيبة هنا في مصر بتلفه الدور يعني عايز يكلمك وماضي مع حد وماضي مع تالت المعلومة اللي قتلهم هم بيحاولوا يتأكدوا منها وفي نفس الوقت مدين جزء من الصواب